فرحب بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات الإسلام تحت المجهر فرحب بك يا فرحة النهاردة في حلقة جديدة وعنوان حلقتنا النهاردة منطقية القرآن خطير يعني إحنا نهاردة هنركز على كل القرآن طبعا هناخد كم مثل كده نشوف هل الكلام اللي إحنا بنقرأه من القرآن ده منطقي ولا لا طب المسلم بالوقت يفكر إن كل القرآن مش منطقي ده إحنا بنسمحه كتير يا مارين لك الإسلام في منطقية كده لأ إحنا هناخد أمثلة لكن هو في حاجات كتير جدا طبعا ده عايزة حلقات وحلقات لكن إحنا هناخد أمثلة هل القرآن في منطقية ولا لا في كلامه خلينا نبتد في سورة الزخرف في 45 بيقول إيه واسأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون يعني الله بيقول لمحمد اسأل من أرسلنا الله بيقول أيوة في القرآن حسب المؤتقد الإسلام اسأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا يعني يسأل مين؟ يعني يسأل إبراهيم وداود وعيسى وإسحاق يسألهم إزاي وهم ميتين؟ يعني بالعقل كده اسأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا ممكن أعرف الرسول هيسألهم إزاي؟ أنت عارفة معلش يعني الشراحة احتروا في الموضوع ده ومنهم ناس عملوا فكاكة من دماغهم كده هل حيروح في الإسراء والمعراج إنها هيسألهم لما يجتمع بيهم آه بس حتى في أحاديث الإسراء والمعراج ما سألهمش ولا حاجة جال يسأل هو راح أمهم وخلاص وقعد فوق ويقول مين؟ مين هو بوعيس طبما أنت كنت لسه معهم تحت بالظبط كده يعني بعد ما أمهم تحت زي ما همع يعني القصة الإسلامية بتقول لما طلع فوق ورح للسماء الأولى ويخبط يعني بداية خالص إذن الآية دي يا مارينة مش منطقية؟ خلينا كمان مش منطقية بس تخلينا نشوف المفسرين قالوا إيه تفسير الطبري بيقول إيه واسأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا فيه قراءة ابن مسعود وابن مسعود ده من الأربعة اللي خذوا القرآن عن من أربعة منهم ابن مسعود يقول إيه سل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك يعني مؤمني أهل الكتاب ودي أكثر منطقية يعني اسأل أهل الكتاب اللي إحنا أرسلنا ليهم الرسول مش اسأل الرسول مش روح اسأل من أرسلنا من قبلك لا سل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك يبقى فين دي قراءة ابن مسعود خليني بس أوضح النقطة دي يا مارينة ابن مسعود الرسول قال خذوا القرآن من أربعة الأربعة دولة مين؟ أبايا بن كعب عبد الله بن مسعود معاز سالم مولى أبو حزيف يعني قالوا لهم باي باي واخدوا إيه؟ من زيد ابن سالم فيه اتنين منهم ماتوا منهم ماتوا يعني كده فابن مسعود كان بيقرأ الآية والي قالي تاني كده سال الذين يقرؤون الكتاب من قبلك يبقى نعمل كده مقارنة ما بين الآية دي والآية دي فيه كم كلمة آآ زيادة اسأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا دي مختلفة تماما خالص سال الذين يقرؤون الكتاب من قبلك شوفي حاجات كلام مختلفة عن الكلام أصلا نمرة واحد عدم المنطقية في الآية القرآنية ومنطقية الآية اللي قالها بن مسعود بالزبط أنا باستغرب ليه ما اتخدش بالكلام النبي أولا وبكلام المنطقي جدا اللي قاله ابن مسعود لمجرد هو كده احنا هناخد بالطريقة دي وخلاص ده يبقى في يعني أنا عايزة شوية منطق أنا لو أنا مكان عثمان بن عفان أنا هاخد الآية دي اللي هي إيه اسأل الذين أو سال الذين سال الذين يقرؤوني الكتاب من قبل بالزبط لو ده في تفسير الطبري طبعا المرجع هيكون على الشاشة طيب عارفة فيه آية تانية مارينا بس قبل ما أقولك الآية هل إحنا كبشر في رد فعلنا في موقف بيحدث في الحال رد فعل فعلي وفعلك في الموقف ده زي بعض لا طبعا لو إحنا مجموعة حتى لو اتنين مثلا دخل حرامي اللي هيجري اللي هيصرخ اللي هيجيب يطلع يجري عايز يضربه مثلا يعني كل واحد كل واحد لي رد فعل مختلف عن التاني في كل حاجة في الدنيا يعني في أي موقف تخييري في آية في القرآن رد الفعل كله كوبي بيست إزاي في سورة يوسف 31 فلما سمعت بمكرهن ده امرأة العزيز يعني فلما سمعت بمكرهن مكريهن هن هن مكريهن آه عشان بس ما قولوش أريتي غلط أرسلت إليهن واعتدت لهن متكأ وأتت كل واحدة منهن سكينة وقالت أخرج عليهن فلما رأيناه أكبرناه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم ببساطة الموضوع إن امرأة العزيز شايفة أن يوسف جميل قوي والناس اللي بيلوموها الستات إزاي أنت تغرامي بيوسف آه فعملت فيهم حركة إيه الحركة حضرتها مسكاكين ها وجابت الناس دولة وقالت لهم إيه آه ودتهم فكة أنا عندي سؤال بس قبل ما تجيب الناس وتحضر السكاكين فين جزها يعني يعني كل الناس عارفة أنها مغرامة بيوسف فين جزها سايبوا معيها عادي فري جزها كافر كان راجل فري راجل كافر ويأكل خنزير ويأكل خنزير فمش بيغير على مراته بالضبط كده لا يعني هل ده منطقي ما هده منطق ما احنا منكلمة على منطقية القرآن هل من المنطقي إن فيه واحدة تبقى مغرامة براجل والناس كلها عارفة كل المنطقة عارفة آه وهو عادي وهو مرضو عارف على فكرة آه وسايب مراته مع الراجل عادي وهي كمان هتطلعه لهم وتفرجه لهم آه 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 وسايبه في البيت وسايبه في البيت عادي آه ده ده في القرآن طبعا طبعا ده قصة مختلفة تماما عنها مختلفة في الكتاب المقدس مهم جابت السكاكين جابت طعم السكاكين طلعتهم من نيش وعدتهم فكهة ويلا يلا يوسف هبع اطلع طرزان آه كده يعني فطلع فايه بيقولك المفسرين بقى هنا الكرسة يعني في التفسير ابني كثير هن يظنن ان هن يقطعن الأترج اللي هو الفكهة دي بالسككين فقعدوا ايه يقطعوا في ايديهم وفي التفسير حتى القينها يعني قطعوا ايديهم كلهم حتى واحدة كده ايدي بلاستيك يعني ما بيحسوش بأي حاجة قطعوا ايديهم وتوقعت ايديهم وهو مش حاسين مش بيقطعوا ايدي بلاستيك اه يعني حتى ما فيش اي اي ولا حاجة خالص مش حاسين بحاجة اه يعني ده عم يا فنديم خدوا بنج من شكل المصيبة التانية مارينا بيقولك كلمة في تفسير الطبري بيقولك في معنى أكبرناه اللي هي بيقول فلما رأيناه أكبرناه قالك إيه أكبرناه يعني حضنة جالهم الحد كلهم حتة واحدة كده على طول إلا ما يكن عنية بيها إن هن حضنة من إجلال هن يوسف أعظمهم لما كان الله قسم له من البهاء والجمال ده متأكد إن جماله خلهم يحيدوا طيب الواحدة ممكن يعني يجي لها نزيف لما تتخذ مش كلهم هم تخذوا من الجمال وقالك إيه وقلنا حشل الله الفرعنة كانوا بيعرفوا ربنا وحشل الله وإنه ملك وملايكة كمين إنه ملك كان يعرفين الملايكة والله وكده يعني بالزبط كده فرعنة القرآن بيدلنا آية عجيبة الشكل فأنا بطلب من المسلم وبقول له يا مسلم أرجوك أنت ما تكررش الكلام فكر حط الآية تحت المجهر وشوف هل دي منطقية وحاجة كمان يا فرحة نهاية الديهم سكاكين هي عارفة الغيب هم هيعملوا إيه أصلا؟ مثلا يعني إيه ما حضروا لهم عدة الشغل الشغل عارفة الغيب إن هم هيقطعوا دي هم أول ما يشوفوا يوسف خلينا نشوف آية كمان شاء الوقت معنا بيجري سورة هود 42 بيتكلم على نوح وابنه بس قبل ما أقولي الآية أنا عايزة أقول للناس أني نوح عمل مش سفينة يا جماعة عمل فلك الفلك ده بيبقى متغطي من فوق وكمان بعد ما بالخشب طبعا خشب معين ومتغطي بالكار من الجوة من برة من الدخل والخارج بالكار لأن ينابيع القار دلي هو زي الزكرة آه كارة يمنع دخول الميا لأن ينابيع الأرض كلها تفجرت ينابيع المطرة والسناء وكله لأن ده توفان طبعا فمتديبة كانتش سفينة لأنه لو سفينة كده هتغرق جوافة كده سفينة بشراع أه وكمان الحيوانات دخلت جوه الفول كده طبعا حقيقة منهم إزاي فلازم متغطي لكن شوفوا القرآن بقى عشان تكتبوا القرآن شوه ربنا الحقيقي بيقول إيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن من الكافرين دلوقتي يا فرحة لو حد جوه المية ونادى بس على حد عشاط هل يسمعوا بعض أصلا؟ من غير أمواج مش هسمعوا بعض ده بيقولك إن الموج كان زي الجبل يا ابني تعالى اركب معايا يقوله لا يا بابا مش هركب طب مش هتركب ليه؟ أنا عايزة أعرف مش هتركب يعني واحد وسط بابا بي نديب يقوله الدنيا غرقانة حواليك تعالى حميك لا يا بابا مش هركب أنا هروح على الجبل أنا هروح لك طب أنت كنت فين يا نوح أصلا؟ وابنك فين؟ وجوه الجوه الفلك نفسه طب بالنديل زي؟ جوه الفلك هو فاكر إنه مركب كده والموج كده أو شراع أو والود بيعوم كده خفيف أنا مش عارفة أتخيلها زي يعني ولا أنا أدري أتخيلها يعني الأصوات نفسها وحوار ارجع انزل والصوت الموج عالي جدا طبعا ده ده بص يا مارينا المطرة لما تنزل جامد وأنا وإنتي ماشيين في الشارع على بعد مسافة الغيرة دعلا دعلا مش هنكون سمعين لازم تزعاي مثلا أنت عايزة تنادي على حد هتزعاي بصوتها عالي عشان يسمعك سنوت المطرة عالي صحيح وده بيقولك موجنك الجبال ونادى نوح ابنه ونوح قاله لأ يا بابا مش هركب أنا هروح للجبل هل ده منطقي أصلا الحوار ده منطقي لا مش منطقي بالمرة لأن الدنيا غرقانة أصلا وأي واحد يقولك إيه الغرقان يتعلق بالأشايا بيقول بالأشايا مش بفول كنوح ده بأشايا حيدور على أشايا مش يقوله لأ يا بابا أنا مش جاي أنا حطلع فوق الجبل يعني هنط فوق الجبل زي ما يكون عينط الحبل يعني إيه يا عم ده جبل جبل والدنيا فوق مفتوحة رايح للجبل يا عصمني آه ومفتوحة من فوقه مفتوحة من يعني المية من فوقه مفيش يعني ودي سفينة فلك يعني عايم يعني أنت عارفة الفلك لازم في حد مساحة كده مش عشاطة يا مرينة هو متقفل كله كله مقفوح لازم يكون كمية المية جمدة جدا عشان يشيله وإلا حيغرسه في الأرض يعني خليني يا مرينة نشوف آية تانية نحطها تحت المجر في سورة النمل الآية 18 حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل النمل بتتكلم عربي يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون ما شاء الله حتة نملة يعني نملة كانت بتنادي نملة فيه زعيمة كده بتنادي على النمل وجنود سليمان جايين وسليمان جاي بقى خشوا بسرعة إلى مساكنكم ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون لا يشعرون خذي بالك من الخطة دي تعالي بقى نشوف إيه حكاية النملة دي طب بس هل عندي سؤال قبل ما نشوف حكاية النملة هل الدمل اللي يارى أصلا لا النملة بيمشي ازاي بيه بيفلس مادة معينة وكلهم بيمشوا عليها وليه مش عارفة ايه كورون استشعار الدمل اللي يارى طيب وانا حسألت هي عرفت سليمان وجنود ازاي ده نملة موساكة خالص يعني فيه بنا قدمين كتير يشمعنا ده سليمان وجنوده وده الجنود يعني عارفت كمان واللبس بتاعهم وكل حاجة وحيحط منكم وبتتكلم لغة عربية عربي اكتر مننا سبحان الله احنا مش عارفين نقرى كلام النملة نعم فالنملة مثقفة فالمهم يعني جي ابن كسير قالك ايه مارينة قال الحسن ان اسم هزي النملة حرس ما هو بقى زعيمة تبقى لازم تبقى اسمها ايه حرس وانها من قبيلة يقال لها بنو الشيصان ده عارفين ان النمل لهم قبيلة ها اسمها بنشيصان ده النمل ده القبيل قبائل ماشي وكانت عرجة يعني زعيمة عرجة اه عارفين كل حاجة عرجة يعني مع احترامي طبعا لأي حد عنده مصاب بأي مرض يعني وانها كانت عرجاء وكانت بقدر الديب يعني النملة كده النملة هي قدي كده بس هي لو كانت بحجم الديب ما تقولش اللي حطمنكم سليمان وهم اللي يشعرون بالزبط بالزبط انا لازم اقرس على حتة ايه الانسة بقى تبع ارجاء واخد بالك انت بالحتة دي اجيبهاش ايه اللي هي سليمة اي خافت على النملة ان تحطمها الخيول بحوافرة فامرتهم بالدخول الى مساكنهم ففهم ذلك سليمان ده مين اللي بيقول كده ابن كسير دلوقتي في حاجة كمان يوم فرحة عايز اقولها عشان طبعا ده دايما هتيجي في مخ المسلم قال اعجاز العلمي ولا يحطمنكم والنمل تكوينه من تكوين زي الازاز زي الازاز فاحنا هنقوله ده يعني اعجاز النملة بصراحة ان هي عارفة تكوينها ده مش اعجاز من الله ده النملة هو اللي بيقول فده اعجاز النملة كده اه يعني مش اعجاز القرآن لا النملة هي اللي بقول كلام اعجاز ده عارفة تكوينها الجسد انها من الازاز كريستال عصفور يقصد دي كريستال للنملة فياريتك مارينا فإحنا دلوقتي يا فرحة في آخر الحلقة طبعا عشان لوقتي بيعد مننا في سرعة اتكلمنا على كذا نقطة وفيه نقطة كثير جدا مليانا انه غير منطقي في الكلام بتاعه نملي يتكلم ونملي بيشوف أصلا نملي مفيش عينين يعني علميا أصلا وبيتكلم وسليمان بيسمعه ونح اللي في المياه ده اللي بينادي أبوه بينادي ابنه وابنه مش راضي يطلع معا السفينة على حد قولهم فإحنا في نهاية الحلقة بنقول للمسلم فكر معنا لأن كلام الله المفروض يعني الرسائل ليك مش بيحكي لك حكايات أصلا غير منطقية فكر معنا وحط الإسلام تحت المجهر وتابعونا في الحلقة الجاية في موضوع جديد نلتقي بكم في الحلقة القادمة شكرا لك يا فرحة شكرا يا مارينا ونشوفكم في الحلقة القادمة من الإسلام لحة المجهر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة